درنا ينضم إلينا كذلك للمزيد من التفاصيل والمعلومات مرسل الحدث محمد مسعود محمد أهلا بك محمد بداية نريد أن أعرفين عن تحديدا وأنت في درنا في متابعة لهذا الوضع الكارثي في المدينة منذ أيام وكنت في مدخلات كثيرة معنا نريد أن نعرف الوضع هناك هل يجري السماح بدخول أي شخص إلى المدينة؟ هل فعلا أخريت المدينة تماما؟ نعم صار بالنسبة لعملية إخلاء المدينة فلم تخلى المدينة على الأقل حتى هذه اللحظة الآن والتخوف والهاجس الذي يبدو بدأ يراود السلطات المحلية هنا هو ملف انتشار الأوبئة داخل الأحياء كما ترين الآن لا نستطيع التحرك في الأحياء المتضررة إذا نبس الكممات عذرني هذه نقطة جدا مهمة قبل أن ننتقل إليها ولكن ما الذي أخلي إذن؟ ما المناطق الآن التي باتت خاوية؟ وفرق الإنقاذ فقط هي من تعمل فيها؟ نعم كما تشاهدين من خلفي الآن فرق الإنقاذ تخرج من المناطق المتضررة والمنكوبة بالكامل والتي غمرتها المياه ومياه الفيضان بالتحديد هي المناطق التي أخليت منذ يومين بالتحديد وإلى غاية هذه اللحظة تم تطويق كامل المناطق نتحدث مثلا عن هذا الشارع الرئيسي صار كما تشاهدين من خلفي كل فرق الإنقاذ أو حتى سيارات سحب المياه أو حتى فرق من يختصون بانتشال الجثثة ونقلها في سيارات مختصة يمرون عبر هذا الشارع من خلفي الآن لمغادرة الأحياء المتضررة والمنكوبة والممسوحة بالكامل وتطويق من قبل الوحدات الأمنية والعسكرية لهذه المناطق منعا لدخول أي مواطنين الصورة في السابق كانت كالتالي يتم دخول المواطنين إما لإنقاذ أو البحث عن ذويهم أو مفقودين داخل هذه المناطق ويتم دخول أيضا مجموعة من المواطنين فقط يودون معرفة ما حصل داخل هذه المناطق وحتى زوار مخارج المدينة ما أثر سلبا على عمل فرق الإنقاذ بالمدينة وخاصة بعد وصول الجسور الجوية والفرق المختصة المناطق الأكثر تضررا في مقدمة هذه المناطق مثلا المدينة القديمة وحي مغار هذه المناطق بدأت فيها الفرق تعمل أو الفرق الأجنبية والعربية المختصة في البحث الدقيق عبر معدات خاصة وعبر الدرون الحرارية التي تقوم بها الكشف عن الحرارة ومعها بدأنا في اكتشاف عدد كبير من الأحياء والناجين جراء هذا الفيضان وهذه الفاجعة التي ألمت بسكان المدينة ولكن إلى غاية هذه اللحظة ما نستطيع تأكيده هو أن المناطق المنكوبة والمتضررة والمغمورة بالمياه هي فقط من أقفلت بيئة كامل وتم خروج كل السكان وعدم دخول المواطنين إليها محمد كذلك كنت ستتحدث عن مسألة التلوث البيئي وكذلك قبل الأمر هذا هو انتشار الجثث في البحر هل هناك مخاوف جدية من قبل السكان في المناطق القريبة من درنا من بقي الآن في درنا يتخوفون من تلوث البيئة المياه الحشرات الناقلة للأمراض نعم إجابة هذا السؤال صراحة صارت تنقسم إلى شقين الشق الأول هو أهالي المدينة بعد ما رأوه أو شاهدوه شاهدنا بعض منهم صور توقيت هذه الفاجعة أو هذا الفيضان لم يعودوا يبالوا بأي شيء خاصا الذين فقدوا أحبتهم وجيران منطقتهم وإخوانهم في هذا الحادث أو في هذه الفاجعة ولم يعودوا يختارثوا لا لعملية أوبيئة أو حتى انتشار الأمراض جراء تحلل هذه الجثث ويبدو هذا الأمر واضحا على ملمحهم الشقة الثانية السلطات المحلية تتخوف من هذا الأمر نظرا لتخوفها من انتقال هذه الأوبئة إلى باقي السكان ومن يدخلون إلى هذه المناطق وهو أمر بدأ واضحا بالفعل قبل هذا الهواء كان أو قبل ما نخرج على الهواء الآن كان كنا داخل أحد هذه الأحياء ولكن الرائحة في الداخل لا يستطيع أحد أن يتحمل هذه الرائحة يلزم الجميع بلبس هذه الكمامات ولا تمنع وصول الرائحة تجتم الرائحة من على بعد كيلومترات داخل هذه الأحياء لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الأعجاب وتفعيل جرس التنبيهات